دار الإفتاء الليبيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق من عبد الرحمن الغرياني حفظ الله تعالى ونفعنا بعلمه فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ السلام عليكم شيخنا أهلا وسهلا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ عبد الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم وبداية في هذه الحلقة نبدأ بتنويه على أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي 021-337-401 الرقم الثاني 021-337-402 وأيضا 021-337-403 يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات تواصل اجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك نجدد ترحب بكم شيخنا الكريم وبداية لو نبدأ بهذا السؤال الذي توجه به أحد السائلين وهو قضية الطريق الساحلي وخصوصا وتحديدا ما بين تاجورة إلى مصراتة يقول السائل بأن هناك كثير من الأضرار التي تتعلق بهذا الطريق لسنوات طويلة ولم تجرى عليه أي تجديد أو إصلاحات وقد أدى إلى كوارث في حوادث السيارات فضلا عن كثير من العرقل التي تحدث للسالكين لهذا الطريق والسؤال شيخنا من المسؤول عن هذه الأضرار وما يتعلق بها من كوارث للمواطنين للسالكين لهذا الطريق الحيوي ولماذا هذا التقصير الذي يحدث طيلة سنوات كثيرة ليس فقط بعد الثورة حتى قبل الثورة لم تهتم الدولة بمثل هذا الطريق الحيوي فنريد منكم التوجيه والتعليق حول ذلك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأحييكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بركاته طريق من مدينة مصراتة تقيبا إلى تاجراء في حالة متردية وكما قلت من سنين من عدة سنين لكن في هذه الأيام والشهور الأخيرة إن حالته صارت لا تطاق هو طريق مرور حيوي يربط بين مدن الغربية الليبية والمدن الشرقية يمر منه كل يوم آلاف وربما عشرات آلاف من السيارات وهو يعني تنقصه كل مقومات الطريق لا تجد مثله لا في الجبل ولا في القرى ولا في الصحرى كأن السارك فيه ويمر بالسيارة كأنه يصعد جبلا ويهبط آخر ترتفع به السيارة حتى يمس رأسه سقف السيارة وتهبط به فجة حتى كأنه يهبط في واد عميق ثم بعد ذلك تنقصه كل مقومات الطرق البدائية ليس فيه إينارة يعني اللي يصير فيه في الليل يمشي في ظلمات بعضها فوق بعض ليس فيه إينارة وليس فيه علامات أمرور عاكسة الذي يمر يعني فجة وهو يسير بالسرعة المطلوبة في ذلك الطريق يجي نفسه قد انغرست سيارته في كدس من التراب فتنقلب به ويموت من فيها ثم يعني إذا اجتاز هذا الكون من التراب يقع فيه حفرة تنقلب فيها السيارة وتنكسر وهكذا الناس يعانون الأمرين منه والمسؤولية تقع مشتركة في هذا الطريق كل جزء من الطريق يقع في نطاق بلدية وفي نطاق مدينة مسؤوليته على تلك المدينة فما كان في حيز نفوذ بلدية مصراتة مسؤول عليه عميد بلدية مصراتة ورئيس مرور مصراتة والمسؤول على المواصلات في مصراتة وكل من له علاقة بالطريق وإصلاحها ومن كان في حيز بلدية ظليط فكذلك وقصر خيار كذلك والغربولي وتاجراء وعمداء البلديات كما نعلم صرفت لهم ميزانيات وهناك يعني مسافات من الطريق الأعمدة فيها جاهزة موجودة وراكبة والأسلاك يعني جاهزة وممدودة ومتصلة تنقصها إلا المصابيح يعني بلديات تصوى إليها الميزانيات بالملايين وعاجزة أن تركب مصابيح في أعمدة جاهزة لكي تنير الطريق على الناس فالمسؤولية الشرعية على كل من يقع تقع له مصيبة في هذه الطريق من أولها إلى آخرها تقع على المسؤول عن تلك الطريق في بلديته وفي نطاق نفوذه فمثلا إذا وقعت سيارة في حفرة وانكسرت وانقلبت أو اصطدمت بسبب الظلمة فالمسؤولون في نطاق مدينة مصرات المسؤولون لذكرناه في مدينة مصرات هم المسؤولون عن هذه الأرواح التي قتلت وإذا حصل ذلك في تاجورة كذلك هم المسؤولون على هذه الأرواح التي قتلت مدام هذا الطريق هو في تحت مسؤوليتهم وفي حيز نفوذهم لأن كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن المتسبب كالمباشر هذا مقطوع به مجمع هذا حكم مجمع عليه بين علماء المسلمين أن التسبب كالمباشرة هذا حال ليعمل كدس تراب في الطريق ولا يعمل له علامات عاكسة ولا أشرط لامعة عند الدوران وعند الحفرة وعند مركبات التصليح أو المسائل اللي فيها خطورة من يهمل هذه المسألة وليعمل أشرطة التي تعكس الضو ولا العلامات التي تعكس الضو واللافتات وغير ذلك من لا يعمل هذا ويباشر العمل وهو تحت مسؤولية بلدية ويموت فيها شخص فدمه في رقاب هؤلاء الناس هو المسؤول لا شك في ذلك حتى ديتهم تجيب عليه ديت من يغرس في حفرة أو في كومتراب ولم يكن هناك الأسباب التي تجنبه ذلك وأهملت كما هو معلوم موجود الآن ديته على هؤلاء المسؤولين الذين هم في نطاق تلك البلدية من مرور ومن عميد بلدية ومن مقاول كان هناك مقاوله الذي يشتغل إلى غير ذلك مثلهم مثل واحد حفر بير قدام حوش يكون دمت اندريش عليه وحط عليه ورقة كارتون من تطلعت عفست على ورقة الكارتون جيت في البير هذا اللي يقتل في البير دمه في رقبة من في رقبة من حفر البير لأنه متسبب هو لم يقتل مباشرة ولم يأخذ بندقية ولا رصاصة ولا سيف ويقتع رصاصة الرجل المر وإنما هو تسبب في ذلك وحفر هذه الحفرة التي أدت به إلى الموت فكذلك من يضع كوم التراب ويحفر الطريق ولا يضع العلامات أو يهم للطريق بهذه الصورة المزرية المردية التي لا ترضي أحد ويستحي منها كل إنسان عند حياة وعند مسؤولية ويأخذ ميزانيات ولا يلتفت وليس هذا ليوم ولا للاثنين ولا للشهر ولا للسنة بل هو لسنين دماء هؤلاء الناس هي في أعناق كل من يقع الحادث في مسؤوليته وليدل على ذلك أن المتسبب كالمباشر قول الله تباك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدهم بغير علم وكذلك ما جاء في البخاري باب لا يسب الرجل والدي لا يسب الرجل والدي الرجل الآخر حديث عمر بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه كيف يلعنهم في واحد يسبوهما في واحد يلعنهم هذا مستبعد قالوا كيف يصير هذا هذا لا يمكن يحصل قالوا لا الذي يحصل هذا أن الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إنه ما سبش مباشرة لم يسب أباه مباشرة وإنما تسبب فيه سب أبيه فجعل المتسبب كالمباشر لما تسب أنت أبو رجل رجل آخر فهو يسب أباك فأنت تسببت في سب أبيك فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كالمباشر قال لا يسب الرجل لا يسب الرجل أباه لا يسب الرجل والديه لا يشتم الرجل والديه ما قال لا يسب الرجل والديه رجل آخر قال لا يسب الرجل والديه سماه مباشرا فالمتسبب كالمباشر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم إذا أنتم سبيتوا الأصنام الأصنام الأصل فيهم أن نسبهم مشروع بل هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لها الله سبحانه وتعالى الناس أن يسبوا الأصنام لأن الذين يعبدون الأصنام يسبون الله تباك وتعالى فجعل أيضاً متسببك المباشر وذلك أدعو جميع المسؤولين أن يتقوا الله ويخافوا الله فإن هذه مسؤولية كبيرة عليهم لأن دماء في عناقهم أموال لسيارة شريعة جديدة وتضيع وكذا هذه أموال من مسؤول عليها هم ضامنون ضامنون للأموال وضامنون للديات وهذا الإهمال وهذا التسبب هذا أو في جزئية من جزئيات حياتنا في بلادنا وما أكثرها إنها لكبيرة ولكثيرة أينما توجهت تجد التهاون وهذا الإهمال ولا يلقون له بالا لا يبالون به لو اتجهت إلى الصحة وجدت الأمر كذلك تقفى الأقسام يعني الإلاج يكاد يكون معدوم في مستشفياتنا والناس يعني يتضررون ويموتون ومن لا قدرته على أن يسافر يبقى فريسة للمرض فإذا جئت إلى مرفق آخر مرفق المواصلات وجدت الأمر كذلك يعني لا تجد بلاد في الدنيا لا أقول لا يمكن أن تجد بلاد في الدنيا حسب تقديري لا توجد فيها مواصلات عامة يعني بلاد من عشرات السنين ليس فيها مواصلات عامة ليس فيها أوتوبيس تابعة للجهة عامة ولا قطارات ولا حتى الطائرات يعني بطريقة محدودة جدا المواصلات فهذا كل ما يتولى وزاعة المواصلات يعني قبل الثورة أقول يعني كان النظام لا يعني شيء إلا نفسه لا يعني شيء إلا الحفاظ على الكرسي وبعد الثورة ما المبرر لذلك والأموال والميزانيات الكبيرة العريضة صرفت بعشرات المليارات لم يخطر بالوزير المواصلات ولا مرافق ولا محلي ولا يعني بلديات أن تفكر في مشروع مواصلات عامة يعني الناس تجاوز القطارات وتجاوز كذلك نحن حتى أوتوبيسات ما زال ما فكروش مسؤولين في أن يضع مسؤولات عامة بحيث تحل مشاكل جميع الناس مرافق الأخرى كذلك أي مرفق تجاه تليه مرفق الأمني لو ينسان يظلم ويخطف ويقتل وكذا ويعمل بما يعمل لا يجيها ولا مكان يلتجي إليه وينصر ويحميه النائب العام أذانه مصمومة لا يستجيب إلى بعض القضايا التي يعني تعنيه فيها عندها في شيء آخر ولكن مسائل عامة المظلومين أين دم الشيخ نادر العمر إيلان كم سنة للإثبات موجود والتزجيات موجودة والجريمة ثابتة هل تكلم عنه أحد ولا حق وعشرات الناس يخطفون ويقتلون الناس يعني هذه السياسة العوجاء والسلبية القاتلة جرأت الناس على الفساد وعلى الظلم الآن تجد بعض الكتائب الآن تمشط الأراضي تأتي إلى أي أرض لا تجد فيها أحد خالية تأخذها وتقسمها وتبيحها يعني غصب واستلاة وصطو وقطع طريق قطاع طرق سألن صار الناس قطاع طرق إني أخبرت أن هناك أناس كتائب تدخل إلى الأراضي في وادي الربيع وفي أنحاة جورة وفي غيرها تأتي إلى أي أرض فارغة تقسمها وتبيحها وكذا ويكون الزقوم يكون الحرام يكون السحط لمن اقتطع شبراً شبراً فقط مجمزة طويق بسبب أراضي يوم القيامة وطوضع في عنقه من النار ويقول له قم بهذه الأرض وخوذها لأنك أنت أخذت وأكلت في الدنيا وغصبت هذه الأموال الأشياء التي يعني الناس ليس كل الناس يردعهم قول الله وقول رسوله ويخافون الله ويخافون اليوم الآخر ويخافون عذابه فلابد من قانون صاري من الله يزعب السلطان ما ليزعب القرآن وكذلك لو اتجهت إلى القطاعات الأخرى القطاعات المالية الهمال الآن الموجود في المصارف والتعدي على حقوق الناس وعلى أموالهم لا يكاد يصدق ليس هناك رقيب ولا حسيم لا مصرف لي بيقوم بعمله ويراقب هذه المصارف السؤال الآن أين تجدها الآن؟ السؤال الآن أصبحت في غاية الصعوبة أنك تجد مئة دينار تقضي بهم حاجة والمال موجود وأمان الناس في المصارف ولكنه مأخوذ منهم غصبا وممنوعون منه ولا يستطيعون أن يصلوا ليه هذا نهيك بالأتوات والجزاءات والخصومات التي ليس لها قانون ولا حد ولا عد يعني مصارف تعمل في أشياء خرافية لا تجدها لو تنشر يعني يشيب منها الولدان يأخذ منك خصومات ويعطوك بطاقات لا تسمع وتغني منجوه يقولك أعطناك بطاقة يعني شخص يعني شكالي يعطي بطاقة منذ أربعة أشهر وكل من يسافر بها إلى تركة ولا كذا لا تصحب شيء وعندما يرجحهم يقولوا والله مشح الناس وانا شحنه هالك يعني أي عبث هذا وإي بلاء وإي فساد مصارف لتعمله الآن يعني هناك مصارف تأخذ يعني أتوات وتأخذ عمولات وتأخذ خصومات ليس لها مبرر يعني مصرف التنمية والتجارة أخبرني واحد أنك عندما تحول من حسابك إلى حساب شخص آخر في نفس المصرف هو المال موضوع عندهم تحت ايديهم وقعد يعني حساب جاري لا يأخذ عنه صاحبه شيء ولا فائدة هم مستفيدون منه وهم يتصدفون فيه ويعملون به ويقضون بحواجهم حواجهم ولكن إذا حولت وانت من حساب شخص إلى حساب شخص آخر يأخذ منها أموال كثيرة واحد قال يحولت مئة ألف من حسابي إلى حساب شخص آخر في نفس المصرف نصرف التنمية والتجارة هذا قال يأخذوه منه تلتمية دينار لما بتحول شيء يأخذ منك مئتين دينار هذا غصب هذا سحط هذا أموال الناس بالباطل حرام عليهم لا يجلز عليهم من يتق الله من هو مسؤول في هذا مصر ولا في غيره وليس هذا هو فقط بكل مصارف تقريبا تعمل هذا العمل ومصر في ليبيا يتفرج وهم ينهبون أموال الناس ناهيك وادعك من المعاملات الربوية والبطاقات المزيفة الذي يقولنا عندهم رقابة شرعية وعندهم كذا وهي يعني متضمنة ومنطوية على أعداد وأخطاء كثيرة جدا من المحرمات والمنهيات الشرعية هذه الأشياء التي الناس يسيرون عليها والموظفون يعني يعملون ويفعلونها ولا يلقون لها بائن ولا يهتمون بها هذه تتراكم وهذه التي نجري ثمارها فيما نلاقيه من مآسي في حياتنا اليومية جزاكم الله خير ومبارك الله فيكم شيخنا الكريم وأيضا شيخنا هناك من يريد التعليق حول استشهاد قادة ثوار قوة حماية الدر بعض القادة منهم ربما بعد أن تخلى عنهم القريب والبعيد وحوصروا بدون أي سند أو معين وقع ارتفع إلى الله عز وجل أحسبهم كذلك من الشهداء بعض قادة قوة حماية الدرنة ومن معهم يعني هذا الأسبوع أني نصبنا فيه في أكثر من فاجعة ولوما أكثر فواجع في بلادنا فالشباب درنة رحمة الله عليه من صلواته تعالى أن يتقبلهم ويعفو عنهم ويعافيهم ويرزيهم عن أهلهم وعن دينهم وعن وطنهم خير الجزاء معروف أن أهل درنة وشبابها صبروا وصابروا وأخلصوا لدينهم وأخلصوا لوطنهم وتحمّوا الأذى وقاتلوا الظلم وكانوا يبدلون أرواحهم في سبيل الله وبه سبيل نجاة وطنهم وحمايتهم من الاستبداد ومن الظلم ومن الفساد وعملوا في ذلك ما عملوا من البطولات العظيمة ونحن نعلم أنهم أول من دحروا الدواعش مدينة درنة وفقهم الله كانوا أول من دحروا الدواعش وأخلوهم من درنة بعد معارك مريرة طويلة استمرت شهور ودفعوا المئات من شبابهم وظنوا أن بلادهم نجت من الظالمين لكن بعد ذلك جاءهم من يستغل ويستعمل كلمة الإرهاب ظلماً وبهتاناً هم الذين طردوا الإرهاب وهم الذين يخرجوه ثم بعد ذلك جوزوا جزاءً منكراً ودعوا عليهم أنهم من أصحاب الإرهاب وقاتلوهم وحاصروهم ومنعوا عنهم ضروريات الحياة لمدة طويلة من قوات حفتر وأنهكوهم وضربوهم بالطائرات طائرات الإمارات وطائرات المصريين وطائرات الفرنسيين وكل عداء الله تمالات عليهم وقاوموا وصبروا ولكنهم أدوا ما عليهم نسأل الله تباك وتعالى أن يجازيهم خير جزاء ويتقبلهم برحمته ويعفو عنهم ويعافيهم ويعوض أهلهم ودويهم وبلادهم فيهم خيراً إن لله وإن إليه راجعون وكذلك فجعنا في هذا الأسبوع بفقد صديقنا وزميلنا الدكتور محمد مسعود جبران رحمة الله عليه أستاذ الأدب في جميع الدعوة الإسلامية وقبلها في جامعة طرابلس في كلياتها المختلفة في الأداب وفي التربية وفي الكلية الاجتماعية وغيرها الكليات التي تغيرت أسماوها مراراً وتكراراً فكان أستاذاً بارزاً وعلماً من علام الأدب والتأريخ لعلماء ليبيا وعلماء الجهة المغرب العربي وكان رجلاً يعني لا يعني مزكيه عن الله غاية في التواضع وفي الصبر وفي لماتة الخلق وفي الطيبة كل من عاشره أحبه وكان في العلم الذي تخصص فيه وهو الأدب العربي الأدب الأندلسي ولا الأدب الحديث ولا في مسائل التاريخ اللي أرخ فيها وثق فيها وبخاصة لأفداد العلماء في ليبيا وقد ألف في ذلك موسوعة ومدونة في أعلام ليبيا في القديم والحديث تضمنت مئات الشخصيات وفي ستة مجلدات وهو مشهور يعني بصبره وتأنيه وتمحيصه وتدقيقه وتحقيقه وليس من المتسرعين في البحث ولا المستعجلين وإنما علمه علم متين مكين يعني كل من يقرأه يعني يرى فيه علما وافرا وتحقيقا وصبرا وتأنيا فجزاه الله عننا خيا فهو أعلم من أعلام الأدب وأعلام التاريخ في بلاده وفي بلاد المغرب العربي نسأل الله تباك وتعالى أن يعفو عننا وعنه وأن يتقبله برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعوض أهله وطلابه وبلادنا فيه خيرا وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أمين ومبارك الله فيكم هناك سائل يا شيخنا يسأل يقول عامل تعاقد ما رب العمل على أن يقوم بعمل لمدة شهر وفي أثناء المدة أخلى رب العمل بالعقد وفسخه فهل يحق للعامل المطالبة بأجرة الشهر كامله أم يأخذ أجرة الأيام التي عملها فقط إذا كانوا العمل مشاهرة وإلا باليوم وإلا كذا تقسم الأجرة على ساعات الشهر فإذا عملوا نصف الشهر تعطى له نصف الأجرة مثل الموظف الموظف هذا وأيضا يعني عامل مع مؤسسة وهي الدولة وعاقد عقد ما على أن يأتي للوظيفة الساعة التاسعة متلا وينصف الساعة الثالثة لمدة خمسة أيام في الأسبوع فإذا وافق على هذا العاقد وعلى هذا الشهر يستحق أجرته كاملة وإذا كان هو نقص من هذا العمل فينقص منه من أجرته بقدر ما نقص من العمل يعني كل إنسان يعطى على قدر عمله فلا يجوز أن يعمل إنسان خمس ساعات ويعطى أجرته ثمان ساعات ما يعطى أجرته ثمان ساعات هو خاين وهذا ولي أدى بناء إلى تذهب الأحوال والتسيب والإهمال وأنه أصبح الناس ليخدم خمس ساعات زي ليخدم ثمان ساعات وليخدم ثلاثة كذلك فلما الموظف اللي هو العامل اللي هو جاد ومتابر وكذا يقولوا ماذا ما أمو كلهم يأخذوا مرتباتهم كاملة يعني أنه ليش نرق في نفسهم حتى ينقض في بيتي ولا نمشي نعمل على سيارتي ولا نبيع أي حاجة وأنه كذا والمرتب يعني المرتب ثابت والثانية جابت ولا ما جابت هذا هو المنطق الذي يسود الآن هذا ظلم وأكل مال بالباطل وأكل حرام والمسؤول عليه على هؤلاء الناس لا يجب لهم أن يعطيهم مرتباتهم كاملة بل يجب علي أن يخصم منهم بقدر ما وأن يطبق عليهم القانونين ومن يغيب من غير عذر والقانون يقول إنه يحرم العمل وأن لا يطرد وأن لا يخصم منه يطبق عليه القانون لأن القانون الذي لا يخالف شريعة الله هو من شريعة الله لأنه موظل مصلحة الناس وخيام حياتهم فلابد من تطبيقه وكذلك هذا السائل يتعاقد عن العمل لمدة شهر إذا كان عامل نصف شهر فيعطى أجرة نصف شهر فقط لكن إذا كان العمل هو مقاولة وليس يعني زي ما أقول جعالة مقاولة أعطيتك هذا العمل إذا أكملته أخذت الأجرة فلا يجوز أن يعطيها العجرة إذا أكمل العمل ولو لم يبقى شهر لكن في هذه الحالة لا يجوز أن يربطها بالمدة جعالة لا يجوز ربطها بالمدة يقول لا شيء أريدك أن تعمل لهذه الأرض وتسويها وتعمل فيها كذا وكذا وكذا وإذا أكملتها أعطيتك عشرة ألاف لمدة شهر لا يجوز ذكر الشهر المدة لا يجوز ذكرها مع الجعالة فإذا كان هي مقاولة على العمل بمجرد ما ينتهي مع عمل يجب أن يعطيه كل أجرته ولو لم يستارق إلا يوما واحدا لكن إذا كان هي محدودة بمدة معينة شهر والأيام لابد لا يستحق معدوجه إلا بقدر ما عمل نعم شيخنا طيب ربما يكون بعض المتعاقدين أنه عندما يتعاقد على عمل لمدة شهر واتفق معه على ذلك يكون قد يرفض بعض العروض التي تأتي خلال هذا الشهر باعتبار أن هناك عقد قائم فالآن الإخلال حدث من رب العمل وليس من العامل أو الإخلال من رب العمل وليس من العامل هو نعم لأني فهمت أن العامل ترك فهمت أن العامل ترك لا ليس العامل إنما رب العمل أخل بهذا العقد وفسخه ألغاه لا إذا كان رب العمل هو يترك فالعامل متضرر يجب علينا أن يعطيه إجراته شهر لأنه متعاقد معه على شهر مدام العامل يعرض نفسه للعمل ورب العمل يقول له لا أريد أن عمل معنيش عمل فهم ملزم بالجرى مثل ما تعطيك مثال يقرب لو أنت أخذت عامل لبيتك تريد أن تنقل حجارة أو شيء من هذا من مكان إلى مكان وجاء العامل ينتظر رب العمل يقول له وريني وين المكان اللي بنحط فيه بنعمل فيه مدة ما هو جالس ينتظر لو بقي جالسا حتى إلى أن انتهى النهار فأجرته ثابتة لأنه تعاقد معك على العمل في هذا اليوم فإذا أنت مكنته فهو عارض نفسه مستحيد وإذا لم تمكنه فأنت المسؤول عن عدم العمل وعليك أن تعطيه الإجارة هذا لابد من أن يأخذ أجرة الشهر مدام رب العمل هو الذي امتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم أنا ظننت أن العامل هو الذي امتنع تعاقل على شهر واشتغل نصف شهر وترك أقول له ليس له إلا أجرة نصف شهر لكن إذا كان رب العمل هو لقال للا خلاص ولم يكن هناك سبب حقيقي لمنعه من العمل مجرد أن رب العمل وجد شخص آخر أرخص أو غير رأي أو كده هذا مسؤول عزف الأجرة كامية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حراما وحرم حلالا لكن الشروط الأخر المتابة التي توثق حقوق الناس هذا يجب الوفاء بها جزاكم الله خير ومبارك الله فيكم نستأدنكم شيخنا في أخذ بعض الاتصالات مع عبدالله من طرابلس نعم عبدالله سلام عليكم شيخ عبدالله عليكم السلام ورحمة الله أهلا وساند فضل إن حييك إن حييك شيخ إن شاء الله أهلا وساند الله أهلا وساند وحطاعة والشهادة يا ربك جليم آمين وارك الله فيك ربنا ظلم بأنفسنا وإن لم تعفل لنا وترحم لك لنا مخاطرين اللهم صلت الظالمين اللهم صلت على الظالمين اللهم صلت على الظالمين جنجا من عندك لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك يا رب العلمين وترحم عليهم وترحم عليهم وترحم لكل شيء مات في سبيل الله وفي سبيل الوطن اللهم أهلك الظالمين اللهم صلت عليهم جنجا من عندك يا رب كريم وكل من استمانه يقول يمين يا رب العلم اللهم يا حي Android لا تخذت لنا فاعدة سفا منا أعطيتنا نعمة ربنا فرطنا فيها أعطيتنا نعمة ربنا فرطنا فيها ربنا أعطيتنا نعمة فرطنا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالك يا رب وصلternه وسلم بإطلاع محمد شكر rotten nothing اللهم صلاة محمد نعم محمد السلام عليكم وبركاته عليكم السلام وبركاته شيخانا مرحبا بك يا أهلا وصالبك تفضل يغطي شيخانا الكريم صديق الشيخ صادق الغرياني مرحبا بك بداية نترحم على الذين قضوا في دارنا أصر الله أن يتقبلهم بواسع رحمتي يا رب العالم إن شاء الله من الشهداء يا رب وأبارك لكم مناسبة دورة شبراية جعلها الله إن شاء الله يرصي تورد خير وبركة والطلحيس لابد أن نستورها عليك أنا عندي سوى عندي ذو أسئلة سؤالي الأول من يشتغل في مجال الزمعيات الخيرية ما هي أحيانا مثلا جينا حانة تتطلب مثلا مدغة كبيرة فهل يجوز لنا مثلا أني أعرض الحالة زي ما صايصة في قنوات مخصصات جي صاحب حاله يبدأ يشكي ويكي أنا من وجهة نظري أراها هل هي جائزة يعني الإنسان يعرض بحالتها على الشاشات مثلا أو يطلب طيب كما هو معروف هذه نبيفات تفصيل طيب الشيء الثاني للسؤال الثاني لدينا تواف ظاهرة نوع من البيع لكن هو في الحقيقة الأمر ليس بيان هناك شركة معروفة اسمها فور ايفر اللي ينتاج المواد التجميل تعطي مواد التجميل لوكيلة الوكيلة هذه تقوم بتوزيع مجموعة من المادة مواد التجميلية نضير قريبا ستمائة جنيتون فيها ما هي يعني انت قبل كي نوع من الاشتراك تعطيك بقيمتهم مواد التجميل بعدين شين يصير تبدأ نبدأ أنا من دوبة عند الوكيلة هذه ونبدأ فيه مقابل ستة انتي خضاء عفنا عفنا انقطع الاتصال المحمد انقطع الاتصال اذا لو تعيد الاتصال حتى تكملي السؤال الثاني من معي من الجنوب عمر من الجنوب نعم تفضل يا عمر سلام ورحمة الله تفضل يا عمر اهلا وسالم بك تفضل سؤالك يا اخي نبي نسول الشيخ الغريع طيب سؤالك يا اخي الكريم سؤالي يسمى يتبي تتطلق بعيد نعم تبي تتطلق بعيد تبي تتطلق بعيد نعم وبنتي تب النفقة متحة وسيولة سيولة ما فيش الشيخ بعيد نعم ونبدأ نجاوب الشيخ الغريع طيب شكرا على اتصالك ووصل سؤالك ان شاء الله طيب نعم محمد من الجنوب تفضل محمد نعم عليكم السلام ورحمة الله محمد جنوب انا اهلا وسالم بك يا محمد تفضل يا محمد اعطيني سؤالك اقترد عالي جيش اقترد عالي جيشنا في جنوب نعم محمد اقترد عالي جيشنا في جنوب اه نعم ارضى ضد الفيصفات الشاديهية وضد مم طيب طيب يا محمد اين من عارض اينهم مم اه فيه اتصال اخر نعم علي مصراتة تفضل يا علي نعم يا علي ام يسرة طيب يا ام يسرة السلام عليكم يا سيخ عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا محمد نفع الله بكم الامة وازل بكم الغمة ام علمائنا الاجل الله صحية كبيرة الكام فيها النساء نعم ومساء الله رب ينفعنا بعلم كام ام اللهم امين بركنا سيخي انا بس سؤال عندي نحن اتوى الناس معاش عرفوا منين ياخذوا مثلا احنا زمان يقول لك مثلا اي شيء ردوا الى الكتاب او الصنة نعم فنحن معاش عرفنا توا حتى ايام كان في علماء الطاضح في بنغادي كنا نأخذ فتوى مع الفقية والكاة لكن تاوى ماشا عندنا المصادر كيف نأخذها مثلا تتعدد الفتاوى وتتعدد المصادر فنحن نقع في حيث ذي ما يقوله فنحن نعرف ان هذه الفتوى صحيحة او صحيحة مما نستقل فتوى في علادي علمائنا الاجلة طيب ونترحمة لشهداء فضرائب طيب ونبعي للشفاء العازف في زخانة والعودة لفضرائب بزيدة سنة مكان شكرا شكرا امي سراء تفضل نعم محمد بن بغازي تفضل محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شخ عبدالله هذه مكانمة شكرا نبني شكرا كنتا ونشكر قناة السلاطة ونبني شكرا الشيخ صديق الزرياني بارك الله بي شفا ربي يحظة وثبتة وإن شاء الله ربي يشوفوا ليبيا وشوفه أمة محمد كيف نقري يبيع الشيخ صديق الزرياني شاء الله الله سلمك وبرك فيك الله بحمه لك شكرا جزاك الله وخير اتصالك في اتصال اخر ام بالقاسم نعم. تفضلي اختي. مرحبا تفضلي ام بالقاسم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اللي كلمنا على الهبة احنا عندنا حاش. امي كثبت لاخواتي وطبعا انا اخوي لا. طبعا اخواتي وما كلهم متجوزين. وطبعا هي الهبة لها شروط ان هو في الحياة حيتمتع بها الوردة. طي انت خروجي السؤال. طبعا توفت هي الوالدة. والفوش قاعد باسم الوردة. بالقصد الهبة. باسم من? عندي طبعا في اختي مش متجوزة. لكن هي مش قاعدة في الحوش. يا اختي ام القاسم. الان الوالدة كتبت البيت باسم اخواتك دون دونك ينتي واخيكي. اي وا. طيب. هل هل تصرفوا في هذا البيت في حياة الوالدة? لا. لم يتصرفوا فيه? اه. مجرد ان هي وردت هبة. اه. العقود مع مديرينها بس هذه هي يعني. عقود ايش? عقود شني? عقد في المنتعى محر عقود. رسم محر. محر. اه هبة للآ الباقية للاخوات الثانية. وانت اخوك تسكنوا في البيت يعني. اني اخوة. وانت طبعا لما دارتنا من هبة. احنا ما عندناش علم. انت كان عندنا بها انت ومعين دارتها من الفين وثمانية. اعلمنا بها توا بعد وفاتها. طيب. طيب. يجيبك الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. نعم مين معي? اه ام محمد تفضل على اخر اتصال. انا موضوع هذا سلكة ممكن ان انا نكتبه لكم. لكن عندي سؤال للتاني. هل من اموال الزكاة ان احنا نتكفلوا الاطالة مثلا اثرة يكون مثلا راتبهم لا يكفيهم. يعني في مثلا تعدوهم في طالب يتم تعليمها مثلا في الجامعة. نعم. بالاضافة هل من اموال الزكاة ممكنني ان نتصرف فيهم مثلا للطريق يعني يعطى للطريق مثلا او ان ينين ابني مدرسة في جهة تكون هل هل يحق لي تصرف اموال الزكاة في الصورة هذه. طيب حاضر يجيبك الشيخ. بارك الله فيه. شكرا. طيب لو نقف لبعض الاتسينة. شيخنا طيب هناك ايضا سؤال على صفحة القناة. شيخنا يقول السائل حسن انه يعمل اه في طلاء الجدران. واثناء الخدمة. وهو اه يعني زواق. عندما يريد ان يصلي. اه تكون بعض الطلاء موجود على اه مثلا ذراعه. ولا يزول. حتى بالغسل مباشرة. يحتاج الى عملية سوائل اخرى. يقول هل نعتبر الصلاة بهذه الهيئة صحيحة؟ لا اذا كان هذا اللي يغطي جسمه واضح يعني بقع واضحة. ما ايش صغيرة جدا لا تكاد ترى. شاء الله بقيقة جدا التي لا تكاد ترى. هذه قد يكون معفوانة. لكن الشيء الواضح لأولمها واضحة. فاذا يجب ان يصلي بها لابد ان يزيلها. واذا كان الناس اللي يمتهيون هذه المهنة لابد ان يلبسوا القفازات الطويلة التي تغطي جزء من ذراعهم. بحيث يسل عليهم الوضوء. وإن لهم محتاجون لسؤال اخرى في كل وضوء. بحيث يزيلوا هذه الاشياء التي تحجز المال. لانه لا يجد الانسان ان يتوضى وعليه وعلى جسده مانع. لو زي واحد يعني عنده مانع عنده لصق على بدنه. ولا عنده بلاستيك يعني على جرح ولكذا. فاذا كان هو مجروح وضروري هذا المانع وهذا العازل. معفو عنا يسمى مسع الجبيرة. فكذا كان هو ما عنداش ضرورة لهذا مجرد ان اشياء هي عازلة. لا يصل من خياه الماء الى بدن الى اعضاء الوضوء. هذا يسمى وضوه ناقصا ولا يعني يغنيه الوضوء. لابد ان يزيل هذه الاشياء. نعم. رزاكم الله خيرا. ايضا سائل اخر يقول ان هل يجب الغسل اذا خرج المني بسبب التفكر فقط. حديث انما الماء ومن الماء. اذا خرج الماء باللذة والشهوة الكاملة. فالابد من الغسل. لان الغسل يجب واحد من الامرين. اما الالاج ومغيب الحشف الاسد ذكر في فرج ايان كان. هذا الفرج. اذا حصل خرج الماء وهو المني بالشهوة المعتادة سواء كان بجماعة وبتفكر او بمقدمات الجماعة وبغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء ومن الماء. رزاكم الله خيرا. ام محمد تقول هل يجوز عرض الحالات الناس من المحتاجين والفقراء على الفضائيات لكي يساعدهم الناس. اذا كان جاءتهم ضرور الى ذلك. الاصر ان هذا ما ينبغيش ان يكون. لكن كان جاءتهم ضرور الى ذلك. وكالناس بهم حاجة والناس لم يلتفتوا اليهم ولم يعطوهم ما يغنوهم. فيجوز ان يكون ذلك على المرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم يعني مجتبين نمار من جهة اليمن وحالتهم يعني شديدة وشديدين الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب لهم الصدقة في المسجد امام الناس. ودعاهم الى ان يساعدوهم وان يغنوهم. ثم بعد ذلك لما وكان نبي صلى الله عليه وسلم يعني متأثرا من حالتهم ويعني اصابهم اصابهم من الشدة التي رآها عليهم. ثم لما دعا الناس الى الصدقة وخرجوا من صار الى بيته واتا بصرة يعني تميل بها يدها وكانت تميل ثقلها وفيها اشياء كثيرة لمساعدتهم. لما رأى الناس ذلك تسارع الناس كلهم وكل واحد اتا بشيء. يعني تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وصر بذلك ورؤية ذلك السر على وجهه. ثم قال من سنى في الاسلام سنة حسنة فله فله اجرها واجر من عمل بها اليوم القيامة. ومن سنى في الاسلام سنة سية فعليه وزر ووزر من عمل بها اليوم القيامة. هذا في مدح للرجل الاول اللي بدى بالخير بدى بالصدق فاتابعه الناس وعملوا عمله. فله اجره واجر من عمل بعمله من بعده. كذلك الناس في الصدقات هكذا وفي كل خير وفي كل في كل بر من بدى بشيء يضاعف له الاجر. جزاكم الله خيرا شيخنا لعلة ان ازف انتهاء الحلقة ووقت الحلقة. ونريد في دقيقة شيخنا نصيحة اه من فضيلاتكم على القائمين بتنظيم الاحتفالات في سبعطاش فبراير في ميدان الشهداء في طرابلس. النبي يقوم بعد امر علي من يخاف الله لان السنوات الماضية اعطوا يعني مثلا سيئا في آه عدم الالتزام وعدم الانضباط وتوجهوا بالاحتفالات وجه اخرى الوجه التي يريدها عامة الناس. تحواتي الى رقص وغنى ولهو وموجون. وما عاش صارتي مناسبة وطنية يأتوها الناس مجرد تمضية الوقت. وتجد فيها المحرمات والمعاصي. علي من يخاف الله الذين يشرفون على الميدان الشهداء. يترك الناس على طبعتهم ان يعملوا المنصة. يعملوها لناس مخصوصين. يعني هم الذين يوجهونهم ويتكلمون حسب ما تريد هذه الجهات التي تسيطر على الميدان. علي من يترك الناس يعملوا صحيح لجنة. لكن لجنة منصفة. طاعة الفرصة يكون الناس الذين يعني دفعوا دماء هذه الثورة. ودفعوا الشهداء. ودفعوا الاموال الطائلة. والدماء الكثيرة. والمعاناة. وهم لا يزالون يعانون من آثاره الى حد الآن. هذا لابد ان يكون هناك من يمثلهم على المنصة. ويتكلم بكلامهم. ويندد بالفساد. ويندد بالظلم. ويندد ب... يعني نريد الامر بالمعروف. ونهي علموك. هذه وسيلة من وسائله. عندما يرى الناس. يعني هذا الظلم. سواء كان ما يحصل في الجنوب. والله تمدد حفتر. بعد ان انتهى وخلص على اهل الدرنة. واهل بنغازي. والمنطقة الشرقية الان صار يفعلوا الافعيل في سبهة. وفي الجنوب. مدن الجنوب. وحكام الامارات يمدنه بالاموال. ويشتري الدماء. ويستعون على المنابع النفط. ويفعل ما يفعل ويتمدد. هؤلاء يعني لابد ان نطيح الفرصة في الاحتفالات للناس الشرفاء. الناس الاحرار. الناس الثورة. الذين الذين هم الان يعني اختفوا وماتوا. ومن هم في المسؤولية. يعني على اكتافهم الان. هذا يعني لابد ان يكون في فرصة. لمن يمثل صوت صوت الثورة. وتكون الاحتفالات. يعني بعيدة على المجون. وعلى الفساد. وعلى السكر. والحشيش. والغناء. والرقص الفاحش. جزاكم الله الخير. ومبارك الله فيكم. الشيخ الصادق من عبد الرحمن الغرياني. مفتي عام ليبيا. حفظكم المولى. ونفع بكم المسلمين. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدين على طيب ونتبعتكم. وإلى لقاء آخر استوديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون يعادة هذه الحلقة. يوم غد في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق فجرا. ويعاد عند الثانية عشر وخمس دقائق ظهرا. إسلامنا هداية الوقاية منا. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار. يجيب كل سائل ومستفت الحيور. من الظلام يددي إلى التقاع النور.